لا يمكن أن نعيش بإرادة مسلوبة ونبقى نحمل الأمنيات وبس الأمنيات وحدها ما تفيد الأمنيات عزيزي المشاهد تصنع لك رواية خيالية تصنع لك قصة درامية تصنع لك مشهد سريالي تراجيدي تصنع لك مشهد كوميدي من الكوميدي السوداء لكن الأمنيات لا تغير قوم ولا تغير شعب ولا تغير مجتمع ولا تغير بلد أعرف التشتريد ترى أكو خلق وأكو خلق الخلق هو الجسد هذا الجسد وإرادة هذا الجسد مبيدك بيد الله سبحانه وتعالى بمعنى عندك منك رياس وعندك معدى وعندك كبد أسا هاي تعرف التشتريد يشتغل له وما تعرف إذا عرفت أو ما عرفت أنه يشتغل له وما يشتغلن يبقى أن يشتغلن لكن هذه الإرادة الإلهية لهذا الجسد من خلال عمل الخلايا وعمل الجهاز العصبي والجهاز العضوي وكل كل مفاصل الجسد يعني زين من أوردة وشرائين وعظام ومردنا خل اختصاص الأطباء وهم خارج اختصاصنا طبعا مردنا تطفل على الاختصاص الآخر هذا الخلق بينما الخلق هو الذي تملكه أنت بيدك أنت بيدك الخلق يحتاج إلى طبع يحتاج إلى الأخلاق هي شاكلة هي ملكة زين يعني مو واحد خلص عمره بخيل وصار كريم مرة واحدة بحياته زين أكرم لواحد أو الطال الفقير راح نقول هذا الكريم له حالة حالة بسيطة مو ملكة بينما يجب أن تكون ملكة إرادة التغيير هي ملكة إرادة التغيير هي شاكلة إرادة التغيير هي لحظات دائمة مو لحظة ولحظتين أو دقيقة ودقيقتين ونخص منها لا طالما أنت عندك إرادة أن تغير نفسك إلى الأفضل ونحن مقبلين على انتخاباتها نلف ودور وارجع للسالف السياسية إنه قيمة ما ندري إنه أجريت في موعدها يوم 10-10 في أكتوبر التشرين الأول قادم فأعرف من تختار يعني أخي كل العالم الصيح لمجرب لا يجرب المرجعية صحت لك والناس الطبقة المثقفة صحت لك وفلان زين أنت باتشر لما الآن تنطي صوتك مقابل بطانية تنطي صوتك مقابل لفة فلافل تنطي صوتك مقابل كارتب العشرة شنون باتشر تقول أريد أطلع وأظاهر ضد الحكومة من الحكومة تجي بتهبي صوتك اللي بعته أكو كلمة جميلة تقولها الدكتورة ماري بيير وهي أخصائية علم الاجتماع وهي مستبصرة فرنسية لما أسلمت سمت نفسها بالدكتورة مريم أبو الذهب وتوفيت ودفنت هنا في النجف الأشرف تقول لا يمكن أن تجتمع الديمقراطية مع الفقر والجهل ديمقراطية ويا الفقر والجهل ماكو ما تشتغل ليش ما تشتغل لأنه أول أساس من أسس الديمقراطية هو العلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر